فلسطين تبادر في وقت لم تخفي فيه النقابة من استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين النقابة الصحفيين الفلسطينيين تبنت أن تكون المبادرة الأول في الوطن العربي لموضوع حرية الإعلام في الوطن العربي وبالتالي نحن مبادرنا من أجل أن يكون هناك حشد من مؤسسات المجتمع المدني لتوقيع هذه الوثيقة لتكون مؤسسات المجتمع المدني ومثم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في دولة فلسطين المحتلة هي أول ما تبادر في دول العالم العربي لتوقيع هذه الاتفاقين ندرك تماما أن هناك خروقات من السلطة التنفيذية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد الإعلام الفلسطيني اليوم سلمنا رئيس الوزراء تقريرا يوضح فيه كل الخروقات من قبل السلطة التنفيذية ضد الصحفيين الفلسطينيين وطلبناه بأن يتم وضع حد نهائي لكل هذه الانتهاكات وأن يكون تعاهد والتزام من الحكومة بوقف كل الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين الحملة التي جاءت بعد جهود استمرت منذ عامين حيث انطلقت المشاورات من فلسطين اعتبرها الاتحاد الدولي خطوة تاريخية منددا في الوقت ذاته من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلاميين الفلسطينيين هذه ثمرة عمل لعشرين شهر من النقاشات والمفاوضات بين الصحفيين في جميع أنحاء العالم العربي وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة لإطلاق هذه الوثيقة نحن ندرك أن العمل الصحفي في فلسطين يمثل غاية في الخطورة لسيما في ظل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار اعتقال واستهداف الصحفيين وتدمير معداتهم كل ذلك ناتج عن الاحتلال يشار إلى أن الحملة أطلقت بالتعاون بين نقابة الصحفيين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا والهيئة العامة للإذاع والتلفزيون الفلسطينية ومؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق المواطن واتحاد الصحفيين العرب ومن المتوقع أن تستمر الحملة وصولا إلى اتلاف وطني يضم كل أطياف المجتمع المحلي لتلفزيون وطن فارس المالكي